موسيقى لحتي نقدر أن نتكلم مثل مواطن أصلي يجب علينا أن نلفز مثل المواطن الأصلي إذن كيف يمكننا نفعل ذلك؟ السر هو اللفظ الجيد وكيف نتمكن من اللفظ بشكل جيد؟ السر هو التمرين ببطء ومن ثم التمرين بسرعة إذن نكرر الكلمة ببطء مثلا ثلاث مرات ومن ثم نكررها بسرعة ثلاث مرات وعلى المدى الطويل سوف تتمكن من حمل اللكنة إذن يوجد في هذا الفيديو أربعة تمارين لاحتراف اللفظ ثلاث مرات للفعل إذن التمرين الأول اللي معرفة كيف يتاحتراف اللفظ هو أن نلفز صحيحا أولا وهو أن نلفز صحيحا أولا وهو أن نلفز صحيحا أولا يوجد في اللغة الإنجليزية ثمانية أنماط لأنواع الكلمات إذا استطعنا أن نحفظ النمط فسوف نستطيع أن نعرف كيف نلفز صحيحا كل مرة هنا لدي مثالين المثال أو السطر الأول لدي كلمات متشابهة جدا ولكن تلفز بشكل مختلف تماما رددوا من بعدي إذن لك 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 فالكلمات لديها نفس النمط إذا انتقلنا إلى السطر الثاني pack lack truck luck rock luck fool look fake lake find like bet let stick lake black والآن إذا تمكنا من حفظ الأنماث الثالية وكررناها كل يوم على مدى السبوع سوف تراحزوا أن كيفية اللفظ في اللغة الإنجليزية عندكم اختلفت بشكل تدريجي إذن memorize the pattern repeat every day والآن لدي تمرين ثالي عن لفظ النمط repeat after me كرر من بعدي black black blouse blued blued bleed books blood blurred black blouse blued bless bleed books blood blurred الآن إلى الـ exercise number 2 أو التمرين رقم 2 وهو differentiate أو أن نفرق بين الكلمات لحظوا الكلمات على نفس السطر أو رددوا من بعدي 색 bear beer bear bear stapple stable stapple staple stable هالف 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 سو زو سو زو بيت بد بيت بد ميل 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 إذا هذي اي اوضا عن ماط لكيفية اللفظ للغة الانجليزية إذا تمكنتم من التمرين على هذي الأنماط التي إمامكم سوف تلاحظون اختلاف كتير في اللغة او كيفية اللفظ للغة الانجليزية والآن إلى أصعب تمرين لمتحدثين اللغة العربية بشرية عام وهو أن نلفز حرف الـ D pronounce the D ألفز حرف الـ D خلينا ننظر إلى مثالين أول مثال هو better والمثال الثاني water لاحظوا الفرق بين better وبين better water water عند اللفظ في اللكنة وخصوصي اللكنة الأميركية نلفز زي يوجد لدينا أو يوجد لدينا حرفين T أمام بعضهم فنلفزهم D وفي بعض الأحيان نلفز التلاح علىها D إذن نلفز better نلفز better better لاحظوا أن حرف الـ D هو حرف مخفف جدا ليس دي ولكن ده water water والآن إلى مثال it's better to sleep early it is better to sleep early it is better to sleep early والآن مثال عن المياه can I get a cup of water can I get a cup of water can I get a cup of water هل يمكن أن أحصل على كأس من المياه الآن مثال الميسال السابق little تلفظ little little يعني صغير فلا تلفظ little تلفظ little إذن استعملوا الاستوبادة عندكم معاها قبل قليل قولوا الكلمة بشكل بطيء ثلاث مرات little 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 ثم ثلاث مرات بشكل سريع little little هو من ثم ستمكنون بشكل كتير سريع من الاحتراف اللفظ بهذه الطريقة مثال as little as possible بأصغر شيء ممكن as little as possible والآن إلى آخر التمرين وهو don't pronounce the ed وأن لا تلفظ ال ed عند التحويل إلى الماضي إذن هنا لدينا المضارع على present وهن هنا لدينا الماضي المثال الأول cook يطبخ كيف تصبح بالماضي؟ تصبح cooked طبخة ولا تصبح نقول نقول يشاهد شاهدة إذن هذا كان التمرين الرقم الرابع وخلال هذه التمرين الأربع إذا تمكنتم من إعادة الفيديو كل مرة تريدون من التمرين فسوف تستفيدونا كثيراً أتمنى أن أعجبكم الفيديو شاركوا في التعليقات وشاركوا بالقناة حتى تمكنوا من شاهدة الدروس في المستقبل كان معكم خالد من English with Khaled إنجليزية مع خالد على اليوتيوب وحظ موفق ترجمة نانسي قنقر